كابتن إكرامي سباح الفل على حضرتك يا فاند سباح الخير يا هلاند سبايق سمعني سمعين حضرتك يا فاند منور الدنيا أهل البيض صباح الفل عليك حبيبي كل سنة أنتوا طيبين يا عدى عليكم خير يا رب ان شاء الله علينا وعلى حضرتك وعلى أهل بيتك وحبايبك الكثير اللي بالملايين منور الدنيا يا حبيبي كابتن إكرامي قال نهواند بصبح على حضرتك في البداية وحب أسأل حضرتك كده مبارح المطش بتاع الأهلي وجونك رأي حضرتك إيه في المطش وهل النتيجة مردية الأداء كان مردي التبديلات الكتير اللي حصلت برضو رأي حضرتك إيه يا كابتن إكرام لا الحمان الرحيم بالنسبة للمباراة الودية دي نتائج لا تهم بمعنى مش عشان جبت خمس تجوان أو أربع تجوان يبقى أنا كويس الفكرة مش بكده الفكرة في أنه بيبقى فيه نوع من التضييق الفكري للمدرب أو للمدير الفني بالنسبة لسرقاته قبل الفلسط المباراة الرسمية لكن أنا شايف أن أداء النبيل أهلي سواء في المباراة دي أو المباراة اللي أعليها تعج سموحك لا أداء كويس ومبشر ومطامن يعني إلى حد معاك وخصوصا كمان أن فيه تغييرات كتير متحصل فبالنبارات الرسمية مش يحصل فيه تغييرات كتير دي فأنا شايف أن الأمور كويسة بالنسبة للفريق يعني إن شاء الله إن شاء الله اللي جاي كمان يكون أحسن وأحسن أنا عايز أخد حضرتك مؤقتا برا الكورة لو تسمح لي ونروح للسينما عشان حضرتك برغم مشاركتك القليلة نسبيا في عالم السينما لكن كل دور عملته سبت فيه بصمة أنا شخصيا عندي فضول شديد عايز أعرف كواليس حضرتك مع النجم الكبير عد الإمام ومع الأستاذ فريد شوق كني رب ولد تأريبا ومدام كريمة مختار أكيد كواليس الفيلم ده لازم يكون فيها ذكريات جميلة كتير طبعا إنت يا كريم ما تقدرش صوت الفصة مش كده برضو مش كده يا فهد بجد بجد حدا كسبت بصمة تحفة في الفيلم ده بدور خفيف وكوميدي فذكرياتك إيه كواليس العمل ده كان عمل إزاي بص حبيبي طبعا أنا أنا على وقتنا الكلام ده في آخر السبعينات يعني ما كانش فيه أي متنفس بالنسبة لنا إلا السينما لأن كانت المطرح بالنسبة لنا صعب لأنك فيه ظهر والسلام ده فكانت السينما هي المتنفس الوحيد دينا مش زي الليومين دول أو زي اللي الوقت دوت إنه فيه حاجات كتير مسلية بالنسبة للناس صحيح أنا قال كنت السينما يعني آآ وبعدين لما تعرض علي الحلم بتاعي الرجل تاخد عطله أوك وفجأت إنه أنا هتشغل مع آآ الله رحمه الله عليه فريشة وإيه عادل إمام فهي الرمض يا الله رحمه كريم أم مما كريم طبعا طبعا الوحيد منهم اكتعب أن يرتب حاجة في السيدة يعني أنا كنت بجعب تنوي حتى نوعى اتترج عليهم بالساعتين عيلا فكان بالنسبة لي طبعا حلم تدير أو إن أنا أتتغل مع الناس دي أو تخصيص الناس دي أو أقعد معا ولقيت نفسك يا كابتن إكرامي في التمثيل وفي مجال السينما أنا الحمد لله ما فشرتك يعني الحمد لله الأدوار اللي عملتها الحمد لله تقريبا تقريبا يعني هي شخصيتي يا كابتن إكرامي ما عليش خليني عدلك الجملة دي مش مجرد ما فشرتك ده أنا بقول لحدك سفت بصمة جميلة دور كوميدي غاية في يومين هايزا كلنا بنوع من ديتحك لما نتفرج على الفيلم ما أنا بقول لك هي دي حياتي أو هي دي شخصيتي واللي ساعدني كمان في الموضوع ده هو الصبعا رحمة الله عليم الملك خليش تقول لأنه هو أهلاوي كنت مشوفه كتير في الناجس وكان بيجي لنا وبيحل لنا المباريات والتنبين والسلام ده فهو ساعدني طبعا عادل برضو الزعين برضو أهلاوي يعني كل النصطات اللي أنا استغلت معك لكلهم أهلاوي من أول المخرج لغاية أظهر عامل في الاجتماعي وده كان من عناصر الجذب بالنسبة لك أنك توافق على الدور أكيد نعم كان من عناصر الجذب بالنسبة لحضرتك أنك توافق على الدور أن كل فريق العمل أهلاوي والله هي دي اللي ساعدتني لكن هو كان الدور كان مكتوب لي يعني مكتوب لإجرام حارس نار محمد العالي طبعا خلاص لما بدأت أعود مع الناس فجأت أن فيه نوع من الحب والألفة رهيب جدا يعني فده اللي هونت عليه أو ده اللي أخرجت الرهبة من جواه يعني لكن طبع كان فيه مواقف كتير بتفصل سواء في التمثيل أو في البريس طبعا بتخليك تحس أن أنت عايش في دو حلو أو دو أذر يعني أنا هقول لك على حالة ماما كريمة رحمة الله يحب أنا وانا بتصور الفيلم ده وصبت تبجلي طبعا وكان لازم هسافر في دلترة أعمل عملية أوكي أنا كجأت هي عائلتك طبعا كجأت إنها بتعرض علي أنها تيجي معايا يعني حباً في الميدي حباً فيها أكع علي يعني روح الأمومة يا كابتن إكرامي كانت تبرل الشاشة كمان أنا كنت تعيد جداً وأنا بشتغل معاها يعني ثالث ست رحمة الله عليها ست عظيمة الله يرحمها دي حقيقة عظيمة بكل الأم المصنية ثالث يعني عايز أسأل حضرتك كابتن إكرامي لأن يعني يمكن أغنية عاد الإمام فنان عاد الإمام لما كان بيقول أنا ركى بحديد والأهلي حديد دي الحد دلوقتي كل ليلة من غنيها وبالذات من مطشاة يعني إيه الكواليس بتاعت الأغنية دي عايزها أعرف أنا ده سؤال شخصي يعني أنا أنا بص يا مهوند أنا أنا فجأت بالأغنية دي فأنا بتفرج على العرض الأول من فاني يعني آآ لكن أنا حقولك على موقف زريف حطل آآ لي آآ دعنيها بفترة كده كنا رايحين نلعب في السودان المنتخب منتخب مصري وأنا كنت اتأخرت على المنتخب في يومين كده كان عندي امتحانات يعني فوصلت على التامريم بس ونزلت الملعب تنفيج أمور من السودانيين طبعاً المدرجات بيتفرجوا علينا فجأت إن أنا أول من ذلك الجمهور دي غني يعني أنا أهلي أنا رجل حديث أهلي حديث يعني دي من الحاجات اللي أسعدتني جداً يعني وبعدين الأغنية دي فعلاً عادل عملها بشكل حلوة قوي دي حقيقة دي حقيقة دي حقيقة بكابتن إكرامي مش هينفع إن إحنا نختم حضرتك غير لما أخذ رأيك في الافتتاح بتاع القناة قناة الأهلي قناتنا كلنا ورأي حضرتك إيه وهل تبعت الافتتاح من بدايته وهل في حتى مقترحات يعني خلينا نسمع من حضرتك قامة كبيرة نحب برضو نعرف رأيها بفضل يا كاتين إكرامي معلش السوق مش واضح شوية يا كاتين إكرامي بس معناش رد حضرتك يا كابتن معلش يعني يمصل كده في أهم سؤال